الأسئلة المتبقية في نفس هذه الورقة سأقرأها عليكم وستجدون أن الأسئلة تتناول مطالب واسعة جدا ليس من سهولة الإجابة عليها في عجالة من الوقت هل الإنسان في أول خلقته وفي العالم الأول الذي تكون به وعلى سبيل المثال كان مكتوبا أنه سيصبح من شيعة أهل البيت ممكن أن يحصل بداء في ذلك في عالم الدنيا أو عوالم أخرى هذا أولا ثانيا البداء يحصل فقط في عالم الدنيا ثالثا إذا انتقلنا من عالم الدنيا إلى عالم آخر هل سننسى أيضا ما حصل في الدنيا أو تصبح الصورة ضبابية رابعا ما هو حقيقة وجود عالم الدنيا بين كل هذه العوالم وما الغرض الأساسي من وكذلك ما اختلافه عن بقية العوالم خامسا ما هو العالم الذي يلي عالم الدنيا مباشرة سادسا هل سنجد وجود وآثار أو ربما أحاديث لأهل البيت في العوالم الأخرى وهل كان ذلك موجودا في العوالم السابقة سابعا لماذا كان أهل البيت يذكرون لنا عالم الذر يبدو أن السؤال هكذا مداراتا ثامنا هل الشيطان موجود في عالم آخر غير عالم الدنيا تاسعا لماذا موسى وبقية الأنبياء من أهل الكتب كانوا يجبرون أممهم على التوحيد والإيمان بالله فأين الحرية في الدين أم لأنهم يريدون زرع الجذور أولا يبدو عند الأمم الأولى عاشرا هل يوجد أناس إلى الآن في الحالة التكوينية في عوالم ما قبل الدنيا أو ما بعدها أم كلنا ننتقل من عالم إلى آخر معه الحادي عشر هل يمكن للشخص أن يوجد فقط لأجل شخص آخر والله ليس له معه أي شيء إذا الإجابة نعم متى قرر الله أقصد في أي عالم من العوالم قرر أنه لا يريد شيئا معه ويوجده فقط لاختبار أو عقاب شخص آخر هل الشخص هو الذي اختار هذا الشيء لنفسه قبل وجوده أم فقط لأن الله يريد هكذا وما الذي يفعله الشخص لكي يجعل الله يقرر هكذا ويخرج من نعمته أو من دائرته وإذا كان الجواب لا إذن لماذا كل هذا الاختلاف في حياة البشر ونفوسهم وطباعهم وضمائرهم وقلوبهم لأجل التعدد والاختلاف فقط أم لأجل شيء آخر أم أن كل شخص هو يختار مكانه الذي يريده قبل وجوده لسبب غيبي ما وما يمكن أن تكون تلك الأسباب الغيبية بقية الرسائل على نفس هذه الطريقة أنتم خبروني كيف سأجيب على هذه الأسئلة الرسائل المتبقية هي كلها على نفس هذه الطريقة إذا أقرأ كل الرسائل فلا يبقى وقت للإجابة ولذلك تركت هذه المجموعة من الرسائل وأخذت رسالة واحدة أو ورقة واحدة فيها مجموعة من الأسئلة قرأتها عليكم على سبيل المثال كي تعرفوا بقية الأوراق وتعرف الطريقة التي كتبت بها الأسئلة سأجيب بشكل مجمل عن مثل هذه المطالب هناك حقيقة لا بد أن ندركها الحقيقة التي علينا أن ندركها أن إدراكنا محدود جداً مهما تسعى إدراك الإنسان محدود جداً حتى لو أضفنا إلى إدراكه القدرات الغيبية التي يمكن للإنسان أن ينالها من طريق إمامه حتى هذا الذي يمنح القدرات الغيبية فحينما يعطى يعطى بحسبه العطاء بحسب القابل العطاء بحسب الوعاء وعاء الإدراك عند الإنسان وعاء محدود نحن نتصور من أننا قادرون على أن ندرك كل شيء الإنسان عبارة عن طاقة وعن تفاعل كيميائي في المخ ولا شيء وراء ذلك هناك طاقة ولا نعرف سرها ولا يعرف أحد سر هذه الطاقة التي يقال عنها العقل ما حقيقة العقل لا يعرف أحد ذلك أبدا حتى ما جاء في آيات القرآن وفي أحاديث المعصومين من حديث عن العقل جاء بصدد ذكر آثار العقل ونشاطاته وما من حديث واضح عن حقيقة العقل فالإنسان في حقيقته هو هذا طاقة هي التي يعبر عنها بالعقل وهذه الطاقة تتفاعل مع مجموعة من التفاعلات الكيميائية في المخ ولا شيء وراء ذلك هذا هو الإنسان الإنسان بهذا الحد الضيق ماذا يستطيع أن يدرك من الحقائق حتى لو كان عقل الإنسان سليما إذا اختلت المعادلات الكيميائية في المخ البشري فإن النتائج التي سيدركها الإنسان ستكون مختلة أيضا فالإنسان بهذا الوصف ماذا يستطيع أن يدرك ستبقى دائرة الإدراك محدودة جدا هناك بيت للمتنبي يذكر دائما على الألسنة ويضرب مضرب المثل ومن يكذا فمن مر مريض يجد مر به الماء الزلالة حينما يختل مزاج الإنسان بسبب عارض صحي اختلال المزاج الإنساني بسبب عارض صحي بسبب مشكلة صحية وجسدية مادية يؤدي إلى اختلال منظمة الهرمونات في الجسم البشري ويؤدي ذلك إلى اختلال التفاعلات الكيميائية في مخ الإنسان ومن هنا هذا الماء الزلال لن يستشعره ماء زلالا طيبا يعني هذا الكلام الذي يشير إليه المتنبي في هذا البيت هذه حقيقة ففي حالة من الحالات قد يتذوق الإنسان السكر يتذوق العسل ويجد هذا الذي يتذوقه مرا هذه قضية معقدة ولست من أصحاب الاختصاص فيها ولا أريد الخوض فيها لكن هناك حقيقة واضحة من أن إدراك الإنسان محدود ويترتب على هذا مجموعة الأسئلة التي نعرف أجوبتها هي أقل بكثير من الأسئلة التي لا نعرف أجوبتها بل ربما لا وجه للمقايسة الأسئلة التي أجوبتها بالنسبة لنا مجهولة بالمطلق هي تريليونات أضعاف الأسئلة التي نعرف أجوبتها وإذا ما رجعنا إلى الأسئلة التي نعرف أجوبتها يخيل لنا أننا نعرف أجوبتها فلربما هناك الكثير من هذه الأجوبة ما هي بدقيقة لا أريد أن أقول خاطئة وفعلا هناك الكثير من الأجوبة خاطئة ولكن فلنتسامح في القضية فهناك الكثير من الأجوبة ما هي بدقيقة وهناك الكثير من الأجوبة ما هو بنحو مقارب لا يلامس الحقيقة بشكل واضح ودقيق خصوصا ما يرتبط بما وراء الحس هناك أسئلة كثيرة جدا مضامينها تدور حول ما قبل مجيئنا إلى الدنيا أسئلة كثيرة لا نعرف أجوبتها وهناك أسئلة كثيرة جدا تتحدث عن خفايا ما يجري علينا في عالم الدنيا هذه المجريات التي نتحسسها في حياتنا الدنيوية ما يخفاياها ماذا يجري في الكواليس الكواليس هو ما وراء المسرح فهذه الحياة خشبة مسرح والناس يتحركون عليها ولكن ماذا يجري في الكواليس ما وراء خشبة المسرح ماذا يجري هناك ماذا يجري في القسم الذي تصمم فيه الدكورات مثلا وماذا يجري في القسم الذي تصمم فيه الأزياء وماذا يجري في القسم الذي تدار الإضاءة والموسيقى وإلى آخر ماذا يجري هناك ماذا يجري في الكواليس لا نعلم ذلك ونحن نعيش على هذه الأرض والمجريات تجري علينا والأفعال تصدر مننا وهناك الكثير من الأسئلة والكثير وهي الأكثر ما بعد هذه الحياة ولا نعرف الإجابة مثل ما قلت قبل خليل ما هو الإنسان إذا أردنا أن نجرده ما هو إلا مقدار من الطاقة المحدودة المحدودة في قوتها والمحدودة في عمرها أيضا هذه الطاقة لها مدة وتنتهي مقدار من الطاقة المحدودة في قوتها وفي مدتها على الأرض ترتبط بمجموعة من التفاعلات الكيميائية في المخ البشري تؤثر عليها مجموعة من الإشارات تأتي عبر الجهاز العصبي عند الإنسان وأي خلل في كل هذه الجزعيات سيؤدي إلى خلل واضح وكبير في النتائج النهائية التي سترتسم صورها في ذهن البشري هذا هو الإنسان وهذه الكمية الهائلة من المجاهيل وهل تقف القضية عند هذا الحاد أبدا ماذا نعلم عما يجري في هذا الفضاء الواسع هذا الكويكب الصغير الأرض أين هو من هذا الفضاء الواسع حتى على هذه الأرض من الذين كانوا قبل هذا الجيل قبل جيل أبينا آدم من الذين مروا على هذا التراب ما هي الأجيال والأمم والمخلوقات التي مرت ما علاقتنا بالعوالم الخفية التي أخبرنا عن وجودها عوالم الجان عوالم الملائكة وعوالم كثيرة أخرى أسئلة 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 لا تنتهي وما هذه الأسئلة إلا صدا بسيط في مجموعة هائلة لا متناهية من الأسئلة التي تحيط بنا قد ترتبط هذه المجموعة من الأسئلة التي أثيرت على سطور هذه الورقة قد ترتبط بقضية تلخصها كلمة لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الناس لو علموا كيف بدأ الخلق يملكون الخارطة يعرفون المواد الأولية يعرفون القواعد والقوانين التي جرت يعرفون التفاصيل لو أن الناس علموا كيف بدأ الخلق وطلعوا على ذلك لما لام أحد أحد لأن القضية فيها تفاصيل كثيرة القضية لا ترتبط عند إنسان ضل أو اهتدى لماذا جاء في هذا الزمن لماذا ولد في هذا المكان لماذا جاء من هذين الأبوين لماذا كان أبوه بالمواصفات كذا وكذا لماذا كان أبوه لا يملك قوت يومه لماذا كان أبوه من الأباطرة ومن الملوك ومن أصحاب الأموال الهائلة جدا لماذا ولماذا 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 كانت أمه هكذا ولماذا جاء طويلا ولماذا جاء قصيرا ولماذا جاءت بشرته باللون كذا ولماذا جاء ذكيا ولماذا جاء غبيا ولماذا جاء سليم الصحة والعافية ولماذا جاء ناقص الخلقة ولماذا جاء مشوها ولماذا جاء جميلا ولماذا جاء قبيعا ولماذا 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 حكاية طويلة فلو أن الناس علموا كيف بدأ الخلق لما لام أحد أحدا وهذا هو الذي بدأت به حديثي من أننا لا نمتلك قدرة هائلة تسمح لنا بالإطلاع على الحقائق ولكن في نفس الوقت نحن قطعا نمتلك حرية قد تثار أسئلة هنا هل أن الإنسان مجبور هل أن الإنسان مختار وباب تفتح فيه أسئلة كثيرة لكن قطعا أي فرد مننا يشعر بأنه يمتلك حرية هذا المقدار الذي يمتلكه الذي يستشعره يستطيع على أساسه أن يتخذ القرارات يمتلك الإنسان قدرا من الحرية لا أريد أن أخوض في هذه المسألة المعقدة جدا في أن الإنسان مختار مجبور أمر بين أمرين لا أريد أن أخوض في هذه القضية ولكن هناك أمر قطعي نستشعره من أنفسنا هناك مقدار من الحرية الآن كل واحد منكم ليس مجبورا أن يجلس هنا على الكرسي وأن يبقى منصة لحديثي بإمكاني كل واحد منكم أن ينهض من على الكرسي وأن يخرج خارج القاعة هناك مقدار من الحرية نحن نمتلكه وهذا أمر لا يستطيع الإنسان أن ينكره هذا أولا وثانيا هناك مقدار من الإدراك الصحيح والواقع هذا أيضا نحن نمتلكه صحيح أن قدرة الإدراك عند الإنسان محدود وأن سعة الإدراك عند الإنسان محدودة وأن المساحة التي تصل إليها قدرتنا الإدراكية محدودة ولكن هناك شيء قطعي نتحسسه بشكل واقعي من أننا نمتلك إدراكاً ومن أننا نستطيع أن ندرك ما هو من الحقيقة وما هو من غيرها ولو بشكل إجمالي هذا الشيء لا يستطيع الإنسان الطبيعي السليم حين أتحدث عن الإنسان السليم السليم في صحته البدنية والسليم في صحته العقلية لا يستطيع أن ينكر هذا المقدار وما بين هذا وهذا ما بين مقدار من الحرية قطعاً يمتلكه الإنسان وبين مقدار من الإدراك والمعرفة والتعقل والفهم قطعاً يمتلكه الإنسان ما بين هذا وهذا يستطيع الإنسان على الأقل على الأقل أن يشخص موضع قدمه في أي مكان نور أنني أتحدث عن موضع القدم في الهداية والضلال باعتبار أن الأسئلة تدور حول هذا الموضوع فإنني لا أتحدث عن كل شيء هنا باعتبار أن الأسئلة هي في هذا الوادي في هذا الجو هناك مقدار من الحرية هناك مقدار من الإدراك يستطيع الإنسان بهما وعلى أساسهما أن يشخص موضع قدمه ماذا كان قبل هذا نحن لا نعلمه على وجه الحقيقة ماذا بعد هذا نحن لا نعلمه على وجه الحقيقة وإنما نعود إلى الذين هم على الطلاع على الخارطة وتفاصيلها نعود إلى أهل الغيب ما بأيدينا من الغيب ونحن في عصر الغيبة نصوص ما بين آيات القرآن وبين حديث العترة بكل أشكاله من خطب من إجابات من كلمات قصيرة طويلة من أدعية من زيارات إلى سائر ما جاء عنهم صلوات الله عليه فما نستطيع أن نستحصله إننا نستحصل المعاني بنحو إجمالي هذا أولا مع ملاحظة أن الخطاب الذي خاطبونا به خطاب محكوم بقانون المدارات على سبيل المثال ما جاء في وصف الجنة أو ما جاء في وصف النار إن كان في آيات الكتاب أو كان في أحاديث العترة صلوات الله عليه الذي يشيع في الثقافة من خلال فهم النصوص من آيات الكتاب الكريم أو من أحاديث العترة التي تحدثت بشكل مباشر عن مفردات الحياة اليومية المفردات التي ذكرت فيما يرتبط بأحوال الجنة أو بأحوال النار جاءت باللسان التقريب ما كان في آيات الكتاب الكريم وما كان في أحاديث العترة لأننا إذا أردنا أن ندقق في كلمة واحدة حاكمة على كل تلك المعاني فإنها ستعطينا صورة تختلف عن هذا التصور الجزئي لمفردات الحياة في الجنة والنار وفقا لما يطابق مفردات الحياة على الأرض فحين يقول المعصوم وهو يحدثنا عن ذلك العالم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر القضية تتجاوز المماثلة بالمفردات الحسية القضية تتجاوز حتى الخيال حتى في طبقة الخيال نحن لا نستطيع أن نتخيل الصورة الحقيقية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حين نقف عند هذه الجملة ولا خطر على قلب بشر هذا يعني أن جميع التفاصيل التي بنيناها وفقا لمفردات نحن وهكذا فهمناها بالقياس إلى مفردات الحياة اليومية في العالم الدنيوي الأرض التراب هذه التصورات ليست صحيحة تشير إلى المعاني من بعيد جدا ربما بشكل وبآخر ربما ولكن الحقائق ليست هكذا هل يمكن لأحد مثلا أن يتحدث عن البحر ويرينا خارطة للقارات على وجه الأرض وفيما بينها المحيطات والبحار ويقول هذا هو البحر وينتهي الكلام ماذا نتصور عن البحر من خلال هذه الخارطة سوف لن نتصور جيئا صحيحا وإنما ستكون هناك معلومة هي عن البحر مجرد أن هذه المعلومة مرتبطة بالبحر هو هذا من هذه الجهة صحيح فقط أن هذه المعلومة ترتبط بالبحر أما أن المعلومة صحيحة التفاصيل صحيحة القضية يمكن أن تكون مثالا يقرب الموضوع الذي أتحدث عنه بخصوص كل هذه المطالب بعد هذه المقدمة سأجيب إجابات إجمالية بحسب ما ورد من الأسئلة ورد سؤال عن البداء البداء هو القانون الأعظم في هذا العالم وحين أقول في هذا العالم لا أتحدث عن الأرض قانون البداء هو القانون الأعظم الذي يحكم الوجود كله وحين أتحدث عن الوجود كله إنني أتحدث عن العرش وما يحتويه بحسب تفاصيل أحاديث العترة الطاهرة بحسب آيات الكتاب الكريمي وبحسب حديث العترة الطاهرة فإن السماوات والأرض في باطن الكرسي وإن الكرسية في باطن العرش قانون البداء هو نفسه قانون الاستواء الرحمن على العرش استوى نفسه قانون الاستواء هو نفسه قانون البداء الموضوع مفصل مطول قد أتحدث عنه بكل تفاصيله في وقت آخر ولكن البداء هو القانون الاوسع قد يكون الحديث في بعض الروايات في بعض ما جاء عن العترة الطاهرة وكأن البداء يرتبط بالعالم الارض هذا الكلام عن جانب من الموضوع وإلا فالبداء هو القانون الاكبر لذا امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ما عبد الله بشيء افضل من البداء مراد الامام ما عبد الله بشيء افضل من البداء مراد ه بحسب ما يظهر من احاديثهم ينصرف الى وجهه الوجه الاول ان نعرف البداء الوجه الثاني ان نعرف كيف نتعامل مع البداء وتلك هي العبادة الافضل التي يتحدث عنها امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هناك بداء تكويني وهناك بداء تشريعي وللبداء التكوين تفاصيل وللبداء التشريعي ايضا تفاصيل هل ان قبل هذه الدنيا من عوالم قطعا قبل هذه الدنيا عوالم وعوالم لكننا لا نحيط علما بها ايات الكتاب الكريم تحدثت عن هذا الموضوع احاديث العترة الطاهرة تحدثت عن هذا الموضوع مشكلتنا اننا نتصور بامكاننا ان نحيط علما بكل الحقائق وهناك تصورات نشأت في مرحلة التنزيل وتشكلت منها ثقافة هي في الحقيقة ثقافة المخالفين وبقيت آثارها إلى يومنا هذا لأنها هي ثقافة الغالب وهي ثقافة الحاكم وهي ثقافة القوي ستنتشر وستؤثر على سبيل المثال هناك تصور عن عالم القبر ينحصر بهذه الصورة بحفرة في الأرض وبكثن وبتراب يهال على الإنسان عالم القبر عالم وسيع جدا أوسع من عالم الدنيا وحين نقول عالم القبر إننا لا نتحدث عن هذا المكان الذي يدفن فيه الإنسان حين نقول عالم القبر فعالم القبر أو قد يعبر بعالم البرزخ عالم القبر هو عالم البرزخ هو نفسه فحين نتحدث عن عالم القبر مثلا في النصوص التي تتحدث عن عنوين العقائد بشكل إجمالي أو حتى في أدعية التلقين في نصوص التلقين وأن القبر حق وأن الجنة حق القبر ما هو هذا المكان الذي يدفن فيه الإنسان هذه جزئية صغيرة لا تعد بشيء من عالم القبر بل هذه بوابة توصل الإنسان بعالم القبر فعالم القبر عالم وسيع جدا يمكنني أن أقرب لكم الفكرة بمسألة حسابية نحن الآن نعيش على الأرض مليارات من البشر وهؤلاء البشر يمتلكون بنايات ومؤسسات وبيوت شؤونات كل واحد منهم بحسب قدراته المادية أو المعنوية يشغل حيزا من الأرض له ولممتلكاته ولما يرتبط به ومع ذلك فنحن لا نشغل حيزا كبيرا من الأرض لأن اليابسة هي ربع الكرة الأرضية وهذه المليارات تقطن على جزء يسير من اليابسة المساحات الأرضية التي لا يقطنها الناس ولا يستعملونها في شؤونهم أوسع بكثير من مساحات اليابسة التي أنشئت عليها المدن والقرى والمصانع والمزارع والمراعي إلى غير ذلك ونحن نرى هذا العالم وسيعا فسيحا في عالم القبر كل الأمم والأجيال السابقة موجودة كم سعة هذا العالم كل الأمم والأجيال السابقة موجودة في عالم القبر عالم وسيع جدا عالم كبير جدا الأمم والأجيال السابقة التي سبقت جيل أبينا آدم أجيال أمم الجان وغير الجان من الأمم التي مرت في عالمنا هذا هي كلها في هذا العالم الوسيع الفسيح الذي هو عالم القبر هذا المقدار من الأرض الذي يدفن فيه الإنسان إنما يدفن فيه جسد الإنسان وهذه بوابة بوابة لعالم القبر هذه الصورة الموجودة في الأذهان من أن عالم القبر هو هذا المكان الضيق وينتهي الكلام هذه صورة ليست دقيقة قد يقول قائل ما هذا موجود في الأدعية ما هذا موجود في أحاديث الأئمة وهم يتحدثون عن بيت الدود وعن بيت الوحشة هذه صورة لهذه الجزعية من هذا العالم هذه صورة تذكر لأجل الاتعاض ولأجل الاعتبار الكلام هو هو عن نار جهنم الناس هكذا ترسم صورة أطفالية وكأنها أكوام من الحطب وأكوام من الجمر والناس عالم جهنم عالم وسيع جدا والناس تعيش فيه وتأكل وتشرب القرآن يتحدث عن ذلك وتنام وفيها بيوت عالم كبير جدا لكنه عالم تسلب فيه السعادة من الإنسان فمثلما الجنة عالم فسيح جدا وكبير جدا ويرزق فيه الناس السعادة فإن عالم جهنم عالم فسيح جدا تسلب السعادة فيه آيات القرآن مع أنها موجزة وما تحدثت بالتفاصيل هناك جهة تواصل بين عالم جهنم وعالم الجنة مع أن العالمين يبتعد أحدهما عن الآخر ابتعادا شاسعا فهناك وسائل للتواصل لو ذهبنا مثلا إلى سورة الأعراف في الآية الخمسين كيف تتصورونها ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله والاتصال المتواصل قالوا إن الله حرمهما على الكافرين مع شرح الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم حياة الدنيا هذا تواصل تواصل واضح القرآن جاء بأسلوب الإجاز والاختصار أنا هنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع القضية كبيرة جدا هذا التصور الساذج أكوام من الحطب وأكوام من الجمر والحجارة والناس يلقون فيها مثل ما مثلا نسجر نارا هنا ونلقي فيها مثلا شيئا كي يحرق هذا تصور أقل من مستوى التصور الصبياني أو الأطفال ولكن هذا هو الموجود وبالتالي الأسئلة والأجوبة إذا كانت تدور في مثل هذه الأجواء كيف يمكن أن نتحدث عن مثل هذه المطالب العميقة والعميقة جدا يمكننا أن نجد شيئا من الحديث عنها في طوايا آيات القرآن الكريم وفي أحاديث العترة وفي أدعيتهم وفي زياراتهم يمكننا أن نجد الكثير والكثيرة وأقول الكثير بلحاظنا لا بلحاظ الحقيقة فإننا لا ندرك من الحقيقة إلا ما نستطيع أن نحصل عليه ونحن ندور في فلكها ندور حولها لكنني أقول مثلا هذه الصورة أنتم قفوا عندها تدبروا فيها ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار دخلوا في النار العيات السابقة هكذا تتحدث من أن أصحاب النار دخلوا في النار وحينما يدخلون في النار كما في الروايات تغلق أبوابها يعني هناك قطيعة هذا عالم وهذا عالم هناك قطيعة ونادى أصحاب النار هناك وسائل اتصال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله الآية تشعر من أنهم يرون ما يجري هناك في الجنة وقطعا سيكون هذا جزءا من ضنك معيشتهم حينما يرون النعيم في الجنان وهم في عالم آخر يعيشون بطريقة أخرى أليس عندنا في الروايات من الأنثلة والصور التي تقرب لنا شيئا مما يجري في جهنم من أن بعض سكان جهنم تكون لهم بيوت تختلف عن بيوت العذاب بيوت داخل جهنم لا يعذبون فيها ويؤتى لهم بطعام وبشراب يختلف عن طعام الجهنم وما هو من طعام الجنان صور مثل هذه إنها تخبرنا عن أن تفاصيل كثيرة في ذلك العالم فعالم جهنم عالم فسيح جدا وسيع جدا مثلما عالم الجنة عالم فسيح ووسيع جدا وكذاك عالم القابر القضية قد تقربها هذه الصورة الجنين في رحم أمه الجنين في رحم أمه يتنفس يتغذى بحسب عالم الرحم يصله الطعام يصله الهواء وتصل إليه آثار الحالة النفسية التي عليها أمه القضية لا تكون مقصورة على طعام وحتى فضلات جسمه تخرج من جسمه هناك حياة في عالم الرحم لهذا الجنين حياة مفصلة ويمتلك الجنين في رحم أمه مقدارا من الإدراك وهناك تواصل أيضا في درجة من الدرجات فيما بين الأم وبين جنينها بالنتيجة هناك عالم لهذا الجنين والجنين ربما البعض يتصور أن معنى الجنين هو بداية تكون الطفل حينما يكون مضغل الجنين يقال للطفل ما دام في رحم أمه إلى آخر لحظة يقال له الجنين الجنين تطلق على الطفل حتى لو اكتملت خلقته في بطن أمه إلى آخر لحظة لأن المراد من الجنين هو المختفي الذي لا يرى معنى كلمة الجنين هو المختفي فيقال لهذا الذي في رحم أمه بحسب اللغة يقال له جنين لأنه مختف أمه لا تراه بعينها فلو أننا نتواصل مع هذا الجنين ونقول له من أنك بعد الشهر التاسع نفترض في الشهر الثامن فنقول له أنك بعد الشهر التاسع ستخرج من هذا العالم وهو بطبيعة الحال يكون مستأنسا بعالمه ستخرج من هذا العالم إلى عالم وسيع جدا ونحن نحدثه عن الغرفة التي سيولد فيها فنقول له إن مساحة ذلك العالم أكبر من رحم أمك ألف مرة الغرفة ستكون أكبر من رحم أمه ألف مرة ربما أكثر من ذلك ويكون لها كذا من الجدران ليس كجدار الرحم ويبنى هذا الجدار من شيء يقال له الطابوق مثلا وله ألوان تختلف عن ألوان هذا المكان الذي أنت فيه وستتنشق الهواء ليس بهذه الطريقة التي أنت عليها وستأكل كذا وتشرب كذا وتلبس كذا وتكون كذا أوصاف للغرفة فلو سأل هذا الجنين ما هذا العالم نقول إنه الدنيا ولكن هل الدنيا هي هذه الغرفة هل الأرض هي هذه الغرفة الكثير من المضامين التي وردت في النصوص هي بهذا المستوى هذا هو معنى المدارات القضية هي هذا المثال قد يقرب من وجه وقد يبعد من وجه آخر كما هو حال الأمثلة التي تطرح لتوضيح مثل هذه المطالب هذه الموضوعات التي تعرضت لها هذه الأسئلة أو هناك الكثير من أمثالها أو من الأسئلة الأخرى التي ذكرت في الأوراق المتبقية إذا أردت أن أجيب عليها وفقا لهذه المفردات الشائعة في وسطنا في وسطنا والتي أخذناها من الثقافة المخالفة أو مما بقي بأيدينا من ثقافة مرحلة التنزيل لماذا؟ لأن علماءنا ولأن الشيعة يصرون على التمسك بمرحلة التنزيل ولو أنهم استجابوا لبيعة الغدير وأخذوا التفسير عن علي وفهموا القرآن بفهم علي ودخلنا في مرحلة التأويل لتغيرت الثقافة بالكامل ولذا في ساحتنا الثقافية الشيعية نحن بين ثقافة سطحية هي هذه الثقافة الشائعة الموجودة في كتب المكتبة الشيعية التي تطرح على المنابر التي تدرس في الحوزات العلمية الدينية التي تطرح عبر وسائل الإعلام وهذه إما بقايا من الثقافة في مرحلة التنزيل وإما ما أخذه علماؤنا ومراجعنا من المخالفين وإذا وجهنا وجوهنا إلى كتب في المكتبة الشيعية تناولت هذه المطالب بنحو أعمق فإنهم قد أخذوا ذلك من الصوفية والصوفية لو بحثنا عن أصول أفكارها فإنها تعود إلى الفكر الهندوسي إذا أردنا أن نبحث عن جذورها فإنها تعود إلى الفكر الهندوسي الفكر الهندوسي فكر واسع فكر عميق باللحظات الصوفية لا شأن لي بعالم الحقيقة من أقدم الديانات على وجه الأرض الديانة الهندوسية وسائر الديانات التي انتشرت في آسيا في الهند وفي الصين وفي سائر المناطق الآسيوية سائر الديانات إذا بحثنا عن أصولها حتى البوذية هذا الدين الواسع هو في جذوره هندوسي فلسفته فلسفة هندوسية صحيح بعد ذلك اختلف وتبدل ولكن القضية في جذورها تعود إلى الفكر الهندوسي وصوفية كذلك الصوفية الموجودة بيننا وما يسمى بالعرفان هو من الصوفية السنية والصوفية السنية إذا أردنا أن نبحث عن جذورها فإنها ستعود إلى الفكر الهندوسي انتقل ذلك إلينا عبر ما يسمى بال فكر الفهلوي أو الفهلوي عبر تأثيرات الفكر التاوي الصيني وتفاصيل أخرى لست بصدد الحديث عنها فهذا هو الموجود بين أيدينا إما فكر صوفي وإما ثقافة من مرحلة التنزيل وإما تأثر واضح بالفكر المخالف إذا أردنا أن نعود إلى آيات الكتاب الكريم وإلى ما جاء عن العترة الطاهرة في تفسيرها وتأويلها فإن الحقائق تتبدل بالكامل وما أشرت إليه من أمثلة إلا كلام موجز ومختصر بحسب ما يغتضيه المقام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر